يتعاملون مع كاذب إلى أن يأتي ما يخالب ذلك مناثق حتى يثبت العكس يعني من عدم الثقة هذه الصفة ستجعل كل شخص منعدم الثقة في كل الناس وهذا سيؤثر على كل مجالات الحياة حتى المجالات العملية حتى الميهنية أنا سأذهب وأشتري شيء كل ما سيقوله البائع نفاق وكذا وهكذا يعني سنفقد الثقة فيما بينه وخاصة أن هذه الصفة كما قلت تعرق كل شيء ستجعل كل شيء صعب جدا هذا المجتمع الذي تستشري في هذه الصفة أكيد أنه مجتمع غير سوي لو نبحث مثلا عن الأسباب العميقة لماذا مجتمعاتنا؟ لماذا هذا النفاق؟ لماذا لا نقول ما نفكر فيه ببساطة؟ لماذا لا نقول ما نفعل أو ما نشعر به؟ سنجد مجموعة كبيرة ضخمة من الأسباب أولها التاح والقهر نحن مجتمعات مقهورة والإنسان مقهور منذ يولد حتى يموت وهو يعيش فقا والقهر طبعا بالضرورة المقهور سيكذب بالضرورة مثلا إن أنا أعيش مع أد مثلا متسلط وعنيف وأقوم بفعل ما؟ ويسألني طبعا لن أقول الحقيقة سأخاف من العقاب الجزء وحتى المعنى والنفس أكيد سألفق سأقول ما لا أفكر فيه سأخفي مشاعري وأفكاري الحقيقية لأنه نمط الطرد والقهر السياسة أنت إن عشت في دولة فيها قمع سياسي ودكتاتورية ربما إن لم تناثر ستسجن قد تقتل وقد لا تنال حقوقها وقد تطرد من العمل وهو نفسه يتحول الإنسان من مجرد إخفاء الحقيقة مثلا أنت تسأل شخص تقول له هل لديك مشكلة في هذا النظام السياسي لكي يتجنب المشاكل سيقولك لا هذا إخفاء الحقيقة وسيصل لكنه شيئا فشيئا سيعلم النفاق سيقولك لا بالعكس هذا أفضل نظام سياسي رأيته في حياته وهو الأروع ونحن نمشي في الاتجاه الصحيح لماذا؟ لأن النفاق سيصبح هو السبيل الوحيد في الترقيق سيصبح السبيل الوحيد لأن تكون مقبولا اجتماعيا وموضعك وموضعك وإلى غير ذلك سواء موضعك المهمي أو الاجتماعي أو غير ذلك إذن هي شعوب مقهورة من الأسرة العلاقات العمودية لا نقاش فيها النقاش عيد النقد عيد سواء على مستوى الأسرة أو في العمل أو في السياسة أنت إذا نقد أنت خائن إذا نقد أنت خائن أو أنت تضر بمصلحة العمل أو أنت لا استبارا بوالديك إذا نقد أو عبرت عن عدم موافقتك على شيء ما لذلك في هذه السياسة التربوية القهرية ستنتج بالضرورة مناطقين ترجمة نانسي قنقر